دلوقتي في كلام يا دكتور أحمد إن أنتوا طلعتوا كمان بيان لبعد بكرة هل بعد بكرة سنشهد ما شهيدناه قبل يومين؟ هو البيان بيقول إن من بكرة فيه ارتفاع في درجات الحرارة هيبدأ بيه نشاط الرياح وأمطار تبدأ من الغرب بكرة تمتد ليلة الداخل اعتبرها من يوم لاتنين يعني في الشمالية الغربية يوم الحد بالليل تبقى أمطار ونشاط الرياح يوم خلينا نسهلها شو يا دكتور أحمد شو الفرصة سيادتك معنا هتبدأ موجود عدم الاستقرار غدا إن شاء الله مساء على الغرب البلاد تبدأ من عند مطروح من عند سيدي براني السلم مطروح اسكندرية وتبدأ تتقدم الآخر يوم لاتنين تدخل على الواجه البحري والقاهرة الواجه البحري يعني كله كل بقى وهتاخد لحد جنوب الصعيد هتعدي القاهرة بقى كده وهتعدي على جنوب الصعيد من يوم الاتنين هتعدي على جنوب الصعيد تبقى برضه قد تصل إلى حد السيول على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد تمام في الجبال الموجودة في الجنوب كلمة سيول هنا مربوطة أكتر بوجود التكونات الجبلية هو السيل ما يبقاش اسمه سيل إلا إذا كان المطر نزل على منطق جبلية لأن الناس بتفتكر أن كلمة سيول بتصل من غزارة الأمطار لا 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 هي على فكرة كمية الأمطار مش هتبقى على القاهرة مش تبقى بالحجم اللي نزلت بيه الأسبوع اللي فات لكن حيبقى فيه برء ورعت كويس متوقع استمرار الأمطار كم ساعة المرادة قاعدة 16 ساعة برضو حضرتك المشكلة أن هي العدم حالة بتاعدها من الاستقرار هتقضى 2, 3, 4 فتقضى بقى قد كم ساعة صعبة دي لسه العلم ما وصلت في الحالة لا مقدرش أقول لك تنزل كم ساعة لأن فترة وتنتهي وبعدين بتبقى متقطعة وبعدين ممكن تنزل ساعة وبتدي كمية شور هاي المهول أكتر من أنها تنزل حسألك السؤال اللي أعتقد أي حد بي طبيعاً الآن نفسه يسأله يعني بعد بكرة يمشي على الدائرة ولا لأ شوف حضرتك أنا ما بحبش موضوع أن أنا أقول لواحد ما تنزلش ما تخرجش قد بيتك ساعتك عارف أني في ناس عادت على الدائرة 8 ساعات بص حضرتك رد عليك قولي ساعتك عارف أنا مش عارف عارف طيب كويس يا حالة وانتهت مش هتبقى كل يوم خلاص يعني يعني الحالة دي حالة له ظروف وأعتقد أن كل دلوقتي مستعد لأي حالة هتيجي فأنا من نوع البرف وانه أنا أقول للناس عضفوا بيقوا لا نحن نتعامل زي ما زي ما ربما ما بيحصل فيها عصفة للتلجية ما أروبا عندهم يا فنم أروبا عندهم اللي هي المصرف المصرف الأمطار وعليه السلك والشبك عشان ورق الشجرة ما يسدوش وفيه عامل نظافة بينظافوا كل يوم عاملتا أنا أعتقد بعد ما حصل الأسبوع اللي فاتدون الكل هيبقى مستعد لها فلا الناس بتنزل هي ممكن اللي هيكون أكتر وضوحا هو ارتفاع درجة الحرارة دي سهلة دي مش مشكلة لا أنا في ارتفاع درجة الحرارة دي أنا عايز أقول المصريين يا ريت ثقافة استخدام الشمسية تدخل عمعانا يا للدرجة دي هتوصل كامل الحرارة لا مش معنى كده أنه أنا بقوله الجوهي بقى مار لا الشمسية دي نمشيش في الشمس المباشرة فترات كبيرة لما تكون الحرارة عادية عشان ما تجلوهش إيجاد حرارة هتوصل كام درجة الحرارة تعالى سبعة درجات توصل تمانية وتلاتين توصل تمانية وتلاتين يوم الاتنين يوم الاتنين